صراحة كثير حلو الكيمسكي بيناتهم دايماً لما يجتمعوا الأجواء بتكون فن وخاصة إنه أحمد حلمي صراحة خفت دمه بتسيطر على الجو وغير Arabs Got Talent رح نشوف أحمد بأول حلقة من Little Big Stars أو نجوم صغار يلي رح ينطلق بـ 17 نوفمبر الجي على MBC1 وسبقوا خبرناكم عن تفاصيله من أبد وبهيك حتشوفوا أحمد بهالبرنامج من بعده بيبدأ عرض الموصب الجديد من Arabs Got Talent ولهيك إحنا سألنا إذا بيخاف من المقارنة المهم اللي بتعمليه يعجب الناس إن شاء الله يكون نفس الحاجة ما عنديش مشكلة المهم إن الناس تشوف ده يعجبهم والناس تشوف ده يعجبهم وعمر الحاجة ما بتعجب الناس إلا إذا كان اللي بيعملها بيحبها وصادق فيها لا بيعملها عشان شهرة ولا بيعملها عشان فلوس ولا بيعملها عشان أي حاجة تانية أنا الحمد لله بحس كده في جوا نفسي وطبيعتي إنه أنا بحب شغلي بدرجة كبيرة لا عايز منه شهرة ولا عايز منه فلوس بس بيجي لي بس هي عمرها ما حتيجي لأي بنا آدم إلا إذا كان مخلص فيه حقيقي والحمد الله وبحمد ربنا أنه أبويا والله رحمه وأمي زرعوا فيي هذه الفكرة فكرة اخلص للي بتحبه وبعد كده يجي لك اللي يجي لك فأنا بخلص للي بحبه جي منه جي مجاش منه ربنا عايز كده بس فيارب أنا أم حاجة حقيقي مكسبي 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 الكبير قوي قوي أنه أنا ما قاعد في قاعد السينما أو قدام شاشة تلفزيون مع ناس ولقي رد فعلاً اللي أنا عملته وأنهما بيابتسموا الابتسامة والسعادة لا تساوي فلوس محدش هيتحكلك عشان أنت مشهورة ولا حد هيتحكلك أو يحبك عشان أنت معاكي فلوس يعني أنا أتخيل لو أحمد حلمي جدم ثلاث برامج بنفس الفكرة الناس حبظلة تشوفوا وتحبوا لأنهم أصلاً مشتاجين له ونحن كمان اشتقنا له ومتل ما وعدناكم رح نخبركم كل تفاصيل Little Big Stars الأسبوع الجي بعد عرض الحلقة الأولى